اشتركوا في القناة الانقلابيون عزلة ويضيق معه هامش المناورة السياسية التي أغرتهم على الاستمرار في جر البلاد إلى المزيد من الخراب والفوضى والاحتراب من بين سبعة عشر بندا حضرت الأزمة اليمنية كأحد البنود الأساسية التي تحظى بإجماع بشأن حلها على الأسس والمرجعية المتفق عليها كما أكد على ذلك وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي الذي تسلم رئاسة اجتماع وزراء الخارجية العرب للدورة الحالية ونريد أيضا حلا في اليمن وفق قرارات الشرعية الدولية ومخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخالجية وألياتها التنفيذية هو التأكيد ذاته الذي عبر عنه رئيس الدورة المنصرفة للمجلس وزير الخارجية والتعاون الموريتاني إيسيلكو ولد أحمد إيزيد بيه الذي أكد موقف بلاده الداعم للشرعية في اليمن وفيما يعني اليمن الشقيق فإن موريتانيا تقف إلى جانب الشرعية بقيادة فخامة الرئيس عبد الرب مصور هادي وتدعو لشقاء اليمنيين إلى نبذ العنف والحد من مظاهر الانقسام والتسلح عفاظا على يمن موحد يتمتع بكامل سيادته ووحدته وزراء الخارجية العرب أدان استمرار التدخلات الإيرانية التي تنتهك أمن واستقرار وسيادة الجمهورية اليمنية بند أساسي يضاف إلى البنود التي سيتم تضمينها البيان الختامي للقمة العربية في تأكيد على ثبات الموقف العربي ويقظته حيال المخاطر الهائلة التي تكمن في صلب التدخلات السيئة لإيران في اليمن والمنطقة المراقبون يصفون القمة العربية في الأردن بأنها قمة الحضور نسبة إلى العدد الكبير من الملوك والرؤساء العرب الذين سيحضرون هذه القمة ما يعني أن المواقف الثابتة للقمة حيال قضايا عديدة بينها القضية اليمنية ستكون بثقل هذا الحضور وبمستوى هذا الالتزام